أهلاً نبيكم مرة تانية إذا كان الأهلي قد فاز من جانبه على الأطن الكاميروني ثم خدمته الظروف وبقت حظوظه قائمة في التأهل إلى الدور المقبل من دور أبطال إفريقيا فالزمالك ودع البطولة رسمياً بأقدامه وبأقدام فريق شباب بلوزداد بالأمس امبارح في الجزائر وفي استاد خمسة يوليو خسر الزمالك بنتيجة اتنين دون مقابل بواقع هدفين سجلا في أشروط الثاني من المباراة وتحديداً في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء ودع الزمالك البطولة للسنة الثالثة على التوالي من دور المجموعات سنة الثالثة على التوالي أعتقد ده أبرز مثال أو دليل بيوضح ما يمر به الزمالك على الناحية الفنية المتذبذبة اللي وصلت لأسوأ حالتها في المرحلة الحالية في موسم يبدو صفرياً بالنظر لأنه بطولة كأس مصر اللي اختتمت بتاعت الموسم اللي فات هذا الموسم ودعها الزمالك أو بتختتم بعد وصول بيرامدز والأهلي إلى النهائي والدوري يبدو بعيداً للغاية عن الزمالك ودوري أبطال إفريقيا ودعه الزمالك ولم يعد حالياً إلا بطولة كأس الربطة اللي تنطلق خلال أيام وكأس مصر للنسخة الخاصة بالموسم الحالي مبارح الزمالك عمل مباراة سيئة لكن هو لا جديد يذكر في قصة إن الزمالك بيرعب متشاد ضعيفة جداً لأنه اللعيبة واضح جداً إن هم مش متفاهمين واضح جداً إن الروح اللي ظهرت في لقاء التراجي ربما كان الدوافع عرف يوصلها في ريرة أو الجمهور اللي موجود في المدرجات في ستاتبورج العرب لكن مبارح ما أظهرش الزمالك أي أنياب باستثناء بعض الدقائق في الشروط الأول من المباراة لكن الشروط الثاني اللي أنت المفروض كنت تبقى حطه إنه 45 دقيقة حاسمة في مشوارك لم يقدم الزمالك فيها أي شيء أي شيء بشكل مهين جداً لإسم كل لعب يلعب بتشيرت الزمالك لعيبة مش عارفة تقرب من بعض خطوط متباعدة خط هجوم بعيد تماماً عن خط الوسط والدفاع تعرض ضغط وعدم القدرة على الخروج من الضغط اللي سببه لعيبة شباب بلوزداد المجتهدين جداً والمتفاهمين جداً والحقيقة يعني إنه واضح تمام الوضوح تمام الوضوح إن لعيبة الزمالك مش بتمر بأفضل حالة لازم يمر بيها لعيبة فريق كبير أو لعيبة فريق عايزين بطولة اللعيبة ما بتسنتش بعض اللعيبة جوه أرض الملعب من تبيبان لك اللعيبة أساساً مش بتظهر لبعض هي بس ماشية بتلوم بعض جوه أرض الملعب سواء في كرات بتطقطع من الزمالك أو كرات ما بيعرفش يستخلصها الزمالك من لعبي شباب بلوزداد عار بكل تأكيد عار على كل لعيب في نادي الزمالك في هذا الجيل عار بكل تأكيد إنك تبقى بتخسر من شباب بلوزداد اللي مع كامل الاحترام ليه تاريخك مختلف تماماً عنه وإنك ما بتعرفش تكسب برأ أرضك ولا مواجهة من المواجهات الثلاث اللي لعبتها برأ الأرض عار إن حتى لما الكرة بتقولك إنها لسه في حساباتها إنك تتأهل فتفقدها قبل حتى جولة من ختام المسابقة عار بكل تأكيد على مجلس إدارة لنادي الزمالك بتكلم على مجلس إدارة حالي سواء بقوام مكتمل أو بغير مكتمل ضم صفقات لم تجدي ولم تنفع بأي شكل من الأشكال ورحلت منها لاعبون لم يتم تعودهم بالشكل المناسب بكل تأكيد على جهاز فني منفصل تماماً عن الواقع منفصل تماماً عن الواقع والحد مبارح بيتكلم إنه الزمالك واخد دوري وكاس ومش عارف إيه مدى أهمية أن تتحدث بعد سنة كاملة من نهاية البطولات دي عن تحقيقك لها قد يكون فكرة إنها محاولة للاستفاقة لإنه في الآخر أنت هتفوق هتفوق وعشان تفوق لازم تتمسك ببعض الأمل والأمل الوحيد اللي ظاهر لفريرة دلوقتي هو إن الفرقة دي واخد دوري وكاس لكن خلاص ده أصبح من الماضي ماذا يقدم فريرة دلوقتي وماذا يقدم هؤلاء اللاعبون وماذا تقدم هذه الإدارة للفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك كي تستفيق لا شيء بكل وضوح لا شيء الكل مسؤول بدرجات مش هقول متفوتة لكن الكل مسؤول لعيبة وجهاز فني وإدارة إدارة لا تستطيع أن تأخذ قرارتها بيتكلموا على إن هنروح نعمل اجتماع مع رئيس نادي الزمالك المحتمل عزله في بحسب اللوائح يعني أو هم قالوا لأ مش هيعزله في السجن علشان نتناقش معاه في اتخاذ قرارات هو ده وضع غير صحي بكل تأكيد وضع صعب جدا بيؤثر على الكل لكن هي كل الأطراف مش مساعدة بعضها ولا جهاز فني ولا لاعبين ولا إدارة لكنها في النهاية محتاجة إنك تبقى حاسم في مثل هذه الأوقات لأن الموسم بيكر مع موسم وإذا كان موسم الزمالك الحالي صفريا فالموسم المقبل سيكون بالسالب إذا اعتبروا إن الموسم ده خلص وما بنوش من أجل الموسم اللي جاي والبناء للموسم اللي جاي ده محتاج لشغل من دلوقتي سواء على مستوى صفقات أجنبية محتاج إنك تضمها مع ظروف الدولار الصعبة على كل الأندية لكنها بكل تأكيد لابد أن تكون صفقات تخدم النادي مش بتخدم غير النادي بمعنى إنه ما ينفعش صفقات تكون من نوعية سامسون أكنيولا له كل الاحترام ومن نوعية إبراهيم أنداي له كل الاحترام ما ينفعش تبقى حتى صفقات محلية بقيمة مرتفعة جدا زي عمر جابر وزي دونجا وآخرين لم تقدم ولا يبدو أنها بتدي لنفسها الدافع أنها تقدم في المرحلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر